يوجد في الداينامو عدد من القوائم التي تتيح لك الوصول إلى مختلف الأوامر والإعدادات القوائم المتاحة هي File, Edit, View, Packages, Settings, Hold تحوي القوائم أوامر مختلفة بعض الأوامر عندها اختصارات بعض الأوامر لا يوجد اختصارات والأوامر التي لا يوجد اختصارات تفتح لك مربع حوار والخيارات اللي قدامها أسهم بتعطيك أوامر إضافية وسع قائمة الفايل هنا ممكن تنشئ ملف جديد أو تفتح ملف موجود والOpen Recent Files لما توقف عليها Fly Out menu حتظهر وتعرض قائمة بالملفات المفتوحة حديثا تقدر تختار أي منهم لفتحه وعندك Save عشان تحفظ الملف أو Save As عشان تحفظ الملف الحالي باسم جديد أو في موقع آخر لما تضغط Import Library هتفتح لك هذه النافذة تقدر تدور على مكان المكتبة بعد ما تختارها اضغط Open هنا هضغط Cancel هرجع لقائمة الفايل تقدر تختار تصدير الworkspace كصورة أو تصدير النموذج كملف STL أخيرا ممكن تضغط Exit لإغلاق الدينامو لكن لا تنسى لنك محتاج تحفظ العمل قبل ما تسكر البرنامج في قائمة الأدت الأوامر اللي هنا الأندو ريدو كابي بيس بريسيت كريايت نود كريايت جروب أنجروب كريايت نود فرم سيلكشن سيلكت أول ديليت سيلكتد اللاين سيلكشن وكليناب نود لياوت لما تختار إلى اللاين سيلكشن عدة خيارات ستظهر لك عشان تختار كيف حابب تسوي اللاين أو محاذاة للنودز المختارة معظم الأوامر اللي في قائمة الأدت ما بتكون مفعالة لغاية ما تختار عنصر أو لتنفيذ أمر قائمة الفيو بتساعدك على الوصول إلى أدوات التكبير زوم والتحريك بان وتقدر تضغط شو كانسل عشان تعرض الكانسل أو وحدة التحكم مباشرة نفوق الاكسكيوشن بار لإخفاء الكانسل اضغطها مرة أخرى بتعرض قائمة الفيو أدوات للتحكم في أنواع الكنيكترز أو الموصلات وفي خيارات تحكم إضافية في الباكراوند ثري دي بري فيو لما تختار بباكراوند ثري دي بري فيو أو بمعنى آخر لما تلغي التحديد من عليها الثري دي بري فيو سيختفي من خلف الغراف هرجعها وعندك هنا الشو كريد بيخفي الشبكة هرجعها وعندك هنا النافيجايت باكراوند ثري دي بري فيو لما أضغطها الدينما حينتقل إلى وضع النافيجايتشن مود وهو نفسه لو استخدامت الزر الموجود في الكنفرس هرجع للغراف فيو ولو رجعت هنا هشوفه ألغى التحديد من النافيجايت باكراوند ثري دي بري فيو ولو أشرت هنا ورجعت هنا هشوفه حددها هلغيها قائمة الباكيجز تستخدم للبحث عن الباكيجز الحزم أو التصرف فيها أو نشر باكيج جديدة وممكن تنشر سيلكتيد نودز أو أنك تنشر الورك سبيس الحالي اعتمادا على الملف الحالي أو الاختيار بعض هذه الخيارات احتمال ما تكون متاحة في قرامة الـ Settings تقدر تختار إذا هتتيح أدوات تقرير معينة أو لا لاحظ هنا أن الـ Show Run Preview ما هم فاعل لأن الـ Run Dropdown متحدد على الـ Automatic لكن لو خليتها Manual ورجعت هنا هتشوف أنك تقدر تفاعل الـ Show Run Preview تقدر تتحكم في عدد الفورمات والـ Render Precession دقة الإظهار في خيارات عديدة موجودة عندك للـ Number Format في حين الـ Render Precession بتتحكم فيه من طريق السلايدر أخيرا قائمة الـ Help بتخليك توصل للـ Samples Files والـ Project Website و Project Wiki والصفحة الرئيسة Start Page وكمان ممكن توصل لمربع حوار يعطيك معلومات عن الـ Dynamo وممكن تضغط Report a Bug للإبلاغ عن مشكلة محتملة في الـ Dynamo وفوز . زل Hold زل